بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على هذه البلاد بأن جعلها مهبط الوحي وقبلة للمسلمين في كل بقاع المعمورة تهوي إليها أفئدتهم ليقيموا شعائرهم ويؤدوا مناسكهم ويشهدوا منافع لهم كما أمرهم الله عز وجل وهم في أمن وأمان وسكينة وطمأنينة وذلك بفضل الله تعالى ثم بجهود مباركة من قادة هذه البلاد الذين هيى لهم الباري عز وجل خدمة الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة وشرفهم بها فكانوا أهلا لهذا التكليف الرباني ولهذا الشرف الذي لا يماثله شرف فبدلوا الغالي والنفيس والجهد والمال والوقت خدمة لقاصد الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزوار لا يرجون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا حتى شاع في أصداء العالم أجمع حسن التعامل الذي ينبع من ديننا الحليف وكرم الضيافة والاهتمام البالغ والقدرة اللافتة على إدارة الحشود بفضل الله وتوفيقه وبعدا اشتاحت كورونا العالم ودب الدعر في أرجائه شرقا وغربا وتباينت ردات الفعل لدى الحكومات والشعوب بين متردد محتار ومتباطئ متأخر وسابق مبادر في استجابته للحدث المفاجئ آخذا بكل التدابير الوقائية والاحترازات الصحية والإجراءات النظامية لمواجهة الوباء والعمل على احتوائه والحد من انتشاره وتفشيه في المجتمع فأظهرت المملكة العربية السعودية بتوفيق الله قدرة فائقة واحترافية مميزة في مواجهة هذه الجائحة والتعامل معها فرفعت شعارا أخلاقيا وإنسانيا ساميا قد تكون هي الوحيدة التي رفعته بين دول العالم أجمع وهو شعار الإنسان أولا مما يؤكد مكانة الإنسان والحرص على سلامته وأنه محط اهتمال دولة وما حل رعايتها في كل الظروف فبادرت بتقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق المعايير الدولية المعتمدة وصدر الأمر السامي الكريم القاضي بإعفاء المعتمرين من الآثار القانونية المترتبة على التأخر في المغادرة مع تيسير عودتهم إلى بلدانهم إضافة إلى دعم القطاع الصحي بكل ما يحتاج إليه من أنواع الدعم ليؤدي دوره على أكمل وجه وتقديم عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة وكان مفتتح الخطوات العملية التي بادرت المملكة العربية السعودية إلى اتخاذها في مواجهة جائحة كورونا ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين أيده الله في كلامته الضافية الوافية مطمئنا للجميع من مواطن ومقيمين ومؤكدا حفظه الله حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيمة في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية بل شمل هذا الحرص حتى مخالف الإقامة في موقف رائع من مواقف المرؤة والشهامة والكارم والنبل وتل ذلك تشكيل اللجة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المعنية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية التي كانت تؤدي المهمات المنوطة بها أولا بأول على أكمل وجه وقد بادرت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإطلاق العديد من المبادرات بالمميزة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره والتخفيف من آثاره على المجتمع وأفراده في مختلف المجالات مما كان له الأثر البالغ في تجاوز تداعيات الوباء والتخفيف من آثاره السلبية إلى أدنى المستويات الممكنة وهذا ما شاهده الجميع بحمد الله وقد واكبت وزارة الحج والعمرة أسوة بباقي أجهزة الدولة الجهود التي قدمتها حكومة قادم الحرامين الشريفين حفظه الله لمنع تفشي فيروس كورونا منذ بدء الجائحة بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك من خلال اتخاذها عدة إجراءات نظامية وإدارية وصحية وتوعوية وإسهامها بحزمة من البرامج والمبادرات وفق البروتوكولات الإجرائية المقررة وفي هذا الصدد عملت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطط وآليات من أجل إعادة من كان في مكة والمدينة من المعتمرين والزوار إلى بلدانهم بعد تعليق الحركة الجوية على مستوى العالم وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في توفيج مئات الآلاف إلى بلدانهم بتعاون مشكور مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وحرصا على إقامة المناسك والشعائر وعدم تعطيلها في ظل جائحة كورونا فقد سخرت المملكة العربية السعودية كل إمكاناتها من أجل إقامة فريضة الحج في موسم حج عام 1441 وقد شهدنا وشهد العالم أجمع نجاحا استثنائيا في موسم استثنائي بفضل الله وتوفيقه أولا ثم ما بذل من جهود ضخمة بناء على خطط مدروسة وخبرات متراكمة تهدف إلى وقاية ضيوف الرحمن ووقايتهم فكان العدد محدودا حرصا على إقامة هذه الشعيرة بما يحفظ صحتهم وسلامتهم مع تقديم جميع التسهيلات والرعاية البالغة والتنظيم الدقيق بتعاون وتنسيق كاملين بين الجهات المعنية مما مكن ضيوف الرحمن من تأدية منسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء تحفها لعناية الله سبحانه وتعالى وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة في ضوء التوجيهات الكريمة بالعودة تدريجيا لاستقبال المعتمين والزائرين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية والتنظيمية تطبيق احتمرنا لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصراح الدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء من الأمن والطمأنية والسكينة تتحقق فيها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكنا للتوثق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح وفي القتام أتقدم بالشكر الجزيل للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة أخي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السليس على هذه المبادرة والجهود المباركة لإقامة هذه الندوة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصد الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا فقد بدلت الرئاسة العامة جهودا كبيرة لضمان الالتزام بالاحترازات الصحية والإجراءات التنظيمية ولتمكين قاصد الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزوار وراغبين في أداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح في وسر واطمئنان فحققت بذلك أمنيات أرواح وأفئدة تهوي إلى البيت العتيق شرفه الله وحرسه بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم فياض من قيادة حكيمة راشدة فلمعاليكم ولجميع العاملين في الرئاسة ولجميع منسوب الجهة المعنية وآفر الدعاء وجزيل الثناء أسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا إيمانه وأمنه ويعلي شأنه ويحفظ قيادته وأهله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر